السلام عليكم طلاب الصف الثالثة الإعدادية ودرجة يديد من دروس اللغة الإنجليزية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي نكمل وياكم في ما يخص الوحدة الثالثة اليوم راح نتناول موضوع الجمل الشرطية طبعا الجمل الشرطية هي عبارة عن اشتراط شيء وتوقع حدوثه متستقبلا أو في الحاضر طبعا هنا من نقول مستقبلا أو في الحاضر راح تختلف في الوضعية ليش؟ لأنه حسب الحالة المستخدمة وحسب الموقف اللي نستخدم بـ F الشرطية طبعا عندنا بالإنجليزي بصف السادس عندنا We have four conditions اللي هي أربع حالات اللي هي zero, first, second, third طبعا كل هن راح نتناولهن اليوم راح نبلش بـ zero والfirst هنا كاتبكم إياها فراح نشرحهن وإن شاء الله تنتبهون عليهن وكيفية الإتيام بها بالوزاري وشلون راح تجاوبوهن وشلون ممكن شوي يجبكم الوفاة بيهن طبعا ما يخص zero conditional F هذا ضمن موضوعي ننتظر لي لسنتو بالzero conditional F اللي هو الحالة الصفرية الأولى فلو كانت عندي F في البداية أو في الوساط لازم أنتبه للمعطيات إذا كانت F في البداية فراح تلقى جملة شرط جملة F فعل F المهم فتسمى F close عبارة F جملة الشرط جملة F جملة المصدرية مدلش يصيحولها المهم إنه هذا جملة F في close هنا ورا الكومة لازم عندك كومة إذا F بالبداية فشي صيحولها هاي؟ مو جواب العفوهن صيحولها جواب الشرط وصيحولها جواب جملة F وغيرها من التسميات فاحنا نسميها إن شاء الله المين close العبارة الرئيسية طبعاً هنانا F في close والمين close اثنيناتهم راح يكونن بزمن واحد اللي هو present simple tense الزمن المضارع البسيط زين لو كانت F في الوسط راح شي يصير؟ سصير بعدها F في close وأمامها راح تكون وياي من هي المين close العبارة الرئيسية اللي راح تتكلم يعني هاي بجملة مضارع بسيط وهي جملة مضارع بسيط هاي مضارع بسيط ومضارع شنو هو المضارع البسيط؟ نستذكرها على السريع حتى أخاف طالب ما منتبه ويانا يكون متابع ويانا طبعاً عندنا ملاحظتين ما يخص المضارع البسيط الملاحظة الأولى لو كان عندي فاعل وفعل رئيسي زائداً تكملة الجملة هنا الفعل شي يكون؟ يكون إما بس أو ما بس والقوسيين أتمنى تلاحظون أو تشاهدون الدرس الخاص بكيفية تكوين جملة باللغة الإنجليزية أو ما يخص تريد تتعلم إنجليزي تابع هذه الدروس المهمة لتكوين جملة مثبتة وجملة من فيها جملة استفهامية هاي القوسيين تعني إلى عدم وجود أو عدم وجود الأس في الفعل الرئيسي ما هو وقت أضيف أس و ما هو وقت ما أضيف أس؟ إذا كان الفاعل مفرد هي أو شي أو إت ما أضيف للفعل؟ أس الشخص التالي إذا كان الفاعل ذي أو يو أو آي أو وي ما نضيف الفعل؟ يكون الفعل مجرد وهنا نبي الزمن المضارع البسيط في حالة هذه الإثبات في حالة نفي طبعاً لأنني أو ما ينوب عنه من شنو؟ من أسماء أو ما ينوب عنه من أسماء؟ من أسماء؟ ليس فقط ضماعر الفاعل التي تقول استقال السادة محمد؟ لا أو ما ينوب عن ذن الضماعر؟ من أسماء في حالة نفي راح نجيب فاعل وفعل مساعد ونضيف لـ not أو does ونضيف لـ not ما هو وقت نجيب does وما هو وقت نجيب do؟ إذا كان الفعل مجرد نجيب do يعني فاعل الجمع وإذا كان الفعل مفرد اللي هو شي وإت وفعل بيأس نجيب نجيب does ونضيف لـ not وهنا يرجع بالحالة طبعاً هنا هو أيضاً مجرد لكن البيأس ما يصير؟ يكون فعل مجرد زائد تكملة الجملة واضح عيني؟ تمام؟ في حالة السؤال نقدم الفعل المساعدة على اليمن على الفاعل ونضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة هاي لو كان شنو عندي؟ فعل رئيسي الملاحظة الثاني لو كان عندي فاعل وإهنان شنو يجي؟ حتى يصير لي مضارع بسيط شو يصير؟ يقول لو كان is أو are أو am ما يخص المضارع البسيط ذني جاية 8 من المصدر بي جاية 8 من المصدر بي فيقول فاعل وأحد الاشتقاقات من المصدر بي وهو اسم صفة ظرف اللي هو noun اسم وآج اكتب صفة وظرف فيكون بيال زمن المضارع البسيط واضح عيني؟ في حالة النفي subject زائد is و are و am زائد شنو؟ خلي not وأيضا يبقى اسم وصفة وظرف هسه الهنا واضح؟ في حالة السؤال أيضا نتقدم الفعل المساعدة على اليمن بالامتحان ما راح يطيك الزوار وان ينطيك بي فانت تشتق من البي أحد ذن الثلاثة هذا ما يخص المضارع البسيط وشنون تستخدمه؟ طبعا نلقى ظروف زمان؟ ايه ممكن نلقى مثل شنو ظروف الزمان؟ راح اكتب لك إياهن هنا بالمضارع البسيط أقدر ألقى ظروف زمان خاصة بهذا الزمن؟ نعم راح اكتب لك إياهن بالأحمر مثل شنو؟ مثل often أو مراتها سيدة صارت تلافظونها often وعدنا always وعدنا sometimes وعدنا usually usually وعدنا every وياها تكمله في everyday every morning كل كل وياها شي كل شي تقول وياها مضارع البسيط حسنا ظهنا دعنا حضروا في الزمان ظهنا وين ألقاهن؟ مع المضارع البسيط وين ألقاهن؟ مع المضارع البسيط ما تأتيني بالوزاري؟ ممكن تأتيني على شكل اختيارات أربط بين جملتين في السؤال الثالث أو ممكن يجيب ليها في السؤال الثاني ويقول لي حلها طبعا بالامتحان وزاري ينطين فقط مطلب واحد محلول هذا الواحد محلول والثاني محلول الآن الان بـ F محلول أو الان بـ F ما محلول ما لعلاقة هنا منطقها الثانية جملة الـ main close ما محلولة وهنا منطق جملة الـ F close ما محلولة فحسب ما يشوفها بالوزارة مناسب ممكن مرات الأستاذ يطيقيني ايهن ثلاثة محلولات ممكن لكن يشير لك إلى الأداء أو الحالة الشرطية المستخدمة هنا قلنا ما هو الحالة الصفرية وين ألقاها بالتمرين A صفحة 51 هل سأجي قلنا F close و main close main close F و F close هذا المضارع البسيط لازم أستذكر عدي كم شغلة كم ملاحظة لازم نعرفها عند الإجابة بجمل F لازم أنتبه للتألم أريدك تكتب بي وراح أكتب لك إذن الأخطر على الملاحظات الملاحظة الأولى أكتب هنا يمك واحد تحديد مكان F من حيث إذا كانت في البداية أو كانت في الوسط طبعا هل تنطبق على كل حالات F الشرطية F في البداية أو F في الوسط هذه واحدة تحدد مكانه اثنين تحديد مكان المطلوب للإجابة مطلوب للإجابة وين؟ بجملة main close أو F close بالmain close أو F close واحد تحديد مكان F من حيث البداية أو الوسط تحديد المطلوب للإجابة ثلاثة معرفة نوع الإجابة معرفة نوع الإجابة ما هي معرفة نوع الإجابة؟ مرات يقول لك مثبتة مرات يقول لك هنا أنا من فيه هنا هنا أنا من فيه ومرات يشوفها تلقاه استفهامي يعتقد موجودة لكم في نقطة من التمارين فيصير معرفة نوع الإجابة هذه صار عندك ثلاثة صار عندك ثلاثة نقاط أربعة تذكر الزمن المطلوب للحل أو للإجابة بالحالة الصفرية عندك الثينات المضارعة بسطة فلازم تتذكر يا زمن المضارع البسيط هنا عندك مضارع بسيط وهنا عندك مضارع بسيط ما لاح يفرق صار عندك أربعة خمسة يجب الانتباه إلى وجود المصدر بي هذا المصدر بي خمسة يجب الانتباه إلى وجود المصدر بي في الحالة الصفرية يعني لو لقيته هنا بـ F-Close أو لقيته هنا بالـ Main-Close أنت أول و تالي راح تشتقع عليمن على أساس نوع الفاعل الفاعل إذا مفرد تخلي لـ Is الفاعل إذا جمع تخلي لـ R الفاعل إذا I تخلي لـ تخلي لـ Am واضح؟ واضح عيني؟ عندنا ملاحظة أخرى راح نذكرها بعد شوي هس نحل أو نجاوب عندك إذا أنا أقردت إذا أنا أقردت الـ CDات مع الأخوية بالوزارة شي يقول لي راح أكتب لك إما يقول لي فقط كوركت هالصيغة هاي أو يقول لي كوركت صحح الجملة أو يقول لي put the verb in the correct form ضع الفعل بالصيغة الصحيحة وكلهن نفس الاستخدام مرات يقول لك conditional لو لو جاب لك إياها conditional sentence جملة شرطية sentence يقول لك جملة شرطية هالسمرات يقول لي صفرية ممكن لو قال لك هو وريدي يساعدك قال لك zero conditional sentence واضح فهذا الصيغة بالوزارة يعني هاي تجيك بعد كل نقطة من النقاط اللي يطيك بالامتحان أجي أطبق اللي قلنا if I learned my brother طبعا هذا نحكي عليه علشنو أن الطالب هنا ما يعرف بالانجليزي ما يعرف معاني ما يعرف حتي تمام فيجي قل if I learned my brother see these إذا آني أغرضت أقراص أخي he always lose them he فاعل always ضرف زمان قبل شوية قلنا ضرف زمان قبل شوية قلنا ولوز الفعل معناتها يفقد أو يضيع في أجي تحديد متان if هذا معرفة مكان الإجابة تحديد مطلوب للإجابة معرفة نوع الإجابة من حيث مثبت هنا في استفهام ما هو هنا مثبت هنا مثبت تذكر الزمن هذا زمن في الشرطية الحالة الصفرية إذا المضارع بسيط عندك بي هنا هنا ما عندك بي فراح ما يصيح إجابتك إجابتك فقط هذا فراح تقول he always تذكر الزمن الفاعل مفرد وفعل لظرف زمان الفعل شو تضيف له الشخص الثالث خايت تأخذ عليها درجة فقط خايت تأخذ عليها درجة مثال آخر my parents get worried if I بأن قوس come home late إذا أنا رجعت للبيت متأخرا والدية my parents معناته والدية my parents والدية والدتي وmy parents والدية my parents get worried آلدية يغلقون if I come أول شي أذكر ملاحظات تحديد مكان if تحديد المطلوب للإجابة معرفة نوع الإجابة وتذكر زمن المطلوب للحل صحيح لو لا عندك B ما عندك جملة if ومضارع بسيط ورح تصير I come home late إذا رجعت متأخرا اتبهوا الملاحظة السادسة راح نذكرها هنا طبعا عندك تمارين B صف تمارين أي صف 50 وتمرين B صف 54 وتمرين C صف حش قد 53 و50 راح مسحن وإنت منهم مكحدهم بعد لن من التمارين لن من التمارين foods goes bad unless you keep it in the fridge الطعام سيفسد إلا إذا إنت حفظت في الثلاجة إلا إذا إنت حفظت وين في الثلاجة هنا ملاحظة السادسة ممكن ممكن استخدام أو استبدال F بمن بألس ممكن استبدال F بمن بألس هذه ممكن استبدال F بمن بألس يعني هذه تعني معنا معنا F لكن بها شوية صغيرة انتبه هنا نرايد من عندك فقط تحل هذه أول شي تذكر مكان تحديد مكان F هنا ما عندك F عندك ألس حتى ذا ألس صحيح معرفة المطلوب للإجابة تحديد المكان مطلوب للإجابة معرفة المطلوب للإجابة تذكر الزمن مطلوب للحل إذا عندك المصدر B ما عندك المصدر B عندك كيف واضح عيني واضح تمام هنا تقايب لك صح الفعل لو قال لك شي تبدأ F استبدل ألس change أو replace ألس وياما 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 يعني استبدل هاي الألس بمن هنا شنو عندك عندك ألس حل شون راح تحل هاي تقول ما قشي بس أحذف الألس وأخلي شنو وأخلي F إذا حليتها بهالصيغة هاي خطأ إجابتك عزيز الطالب مو صحيح هاي اهنان الألس شتعني لي راح أكتب لك إياها مثل الفيزياء مثل الرياضيات مثل الكيميا مقاع هذا قواعد أقول لك الألس تساوي تساوي شو تساوي لي تساوي لي F NOT هاي تخليها في بالك ألس تساوي لي تساوي لي F NOT من تحذف الألس لازم تخلي شنو جملة F من في حتى تحذف الألس منها لازم شو تساوي شو تساوي راح تقول F بدلت من في تنفي لهذا الفعل فرح شو تصير إصصير IF YOU DON'T KEEP IT IN THE FRIDGE تمام شو وقت تقول IF YOU DON'T إذا قال لك استبدل ألس ب F ألس ب F شو تضيف إياها ال-F وضيف إليها NOT واضح عيني تنتبه لهذه الملاحظة إذا قالت من في F ومن في هي شو قال لك استبدل A سهلا شو تساوي تحذف هاي وتحذف هاي وتخلي ألس هنا مكان F صير if the food goes bad unless you keep it in the ملاحظة السادسة ملاحظة السادسة أو السادسة بعد عدنا ممكن استخدام وين ممكن استخدام وين بدل F دون تغيير يعني هسا هنا عندك F وقال لك استبدل ها بيمن بكلمة وين شو تسوي كل شي ما تسوي بس تحذف F وتخلي وين مكان مثبتة مثبتة من في من في واضحة صار عندك كملا هذا سبعة سجل هنا لن يمك في حالة الإجابة ب F الشرطية الحالة الصفرية الحالة الأولى الحالة الثانية والحالة الثالثة وتنتبه إلى حيث وجود المصدر B الموجود بالجمع ننتقل إلى الحالة الشرطية الأولى طبعا وين استخدم الحالة الشرطية الصفرية عندما أتكلم عن حقيقة بها مجال الآن يجي واحد يقول ما يعني لعدان إذا قرضت أقراص أخوي راح يضيح هاي شغلة دائما واحد يقول له دائما ينسي كثير النسيان فهذا دائما هو يضيع الشغلات فش يصير حقيقة علمية وإنه هذا ثاب تعليم فبال first conditional if أيضا هم شو عندنا if close وعدنا main close بالعبارة ف هنا راح تكون مضارع بسيط قبل شوية ما كتبناه لماذا لأن ثانات النفس الشي مضارع بسيط ومضارع بسيط مضارع بسيط هنا راح أكتب لك هاي لماذا لأن يختلف و هنا ش عندي future simple المستقبل البسيط لو صارت if بالوسط يكون بعدها شنو if close اللي تقول من present simple واضح عيني وإذا قدامها ش صير هنا main close واللي هي من تكون من المستقبل البسيط future simple حس قبل شوية شرحنا المضارع البسيط بحالتين بحالتين بشرح بالملاحظتين ما لات راح نشرح فقط المستقبل البسيط وكيفية الإجابة عليه بالامتحان المستقبل البسيط من يتكون يتكون من فاعل زائدا will حسب الكتاب أو may أو can زائدا شنو فعل مجرد فاعل وwill may can وفعل مجرد زين بعد بالنفي will العفو سوري وين الساحة بالنفي فاعل زائدا will أو can أو may زائدا شنو الفعل الفعل عفو الفعل مزاعد شي يصير بي يصير من في not والفعل أيضا شي يكون مجرد يصير بالسؤال ممكن will و may و can زائدا الفاعل زائدا الفعل مجرد زائدا تكملة الجملة معنامة الاستفهار هذا مجرد الفعل هذا زمن المستقبل البسيط هذا زمن المستقبل البسيط استاذ ألقى ضروف ب ألقى ضروف زمان بهذا الزمن مثل كلمة tomorrow سأكتب لك هذا النصي نستخدم بكل حالات F مثل كلمة tomorrow غدا يا زمن هاي عندك كلمة next زائدا اسم ما تجعل إياها تصير صحيحة أو تقول أفتازة إذا اسم شو تقول صحيح وقت يوم شهر سنة بعد هي مصايرة مثل تقول next أو في جانيواري in february بعد بس لكن مصايرة فرح نقول إحنا in April شهر الرابع صعر له مصاير فبالمستقبل أو تقول in 2023 هيا زمن مستقبل بعد مصايرة فكل شيء يدار على المستقبل نستخدمه بالمستقبل البسيط هيا انتبه إيا if close و main close هنا شبه if close مضارع بسيط و main close future simple إذن هنا من أذكر الأزمنة سأصير عدي زمني اللي هو واحد من المضارع البسيط وقلنا فاعل وفاعل رئيس bs أو bs وتكملة الجملة الصيغة الثانية فاعل و is و am و is و is صفة ظروف هذه الحالة الثانية بالمضارع هندي فاعل و will may con و فعل يجب مجرد في حالة أنه فيها الاستفهام أو الإثبات مثال انطنياها بالامتحان وجه تأتينا على شكل الاختيارات تأتينا على شكل تصحيح بالامتحان ما ينطيني ينطيني فقط مثال واحد أو جملة واحدة أصححها جملة واحدة شنو أصححها إذا ما نطانيها فينطيني دلالة راح يقول لي أنها تستخدمها في لانزمن وها تستخدمها في لانزمن مثل هذه النقطة الأولى بالتمارين موجودة كنت ذكرت لك التمارين قبل شوية وقال لك وحدة من ذن نصية خسرة وقال لك فقط كوركت هنا أستاذ ثلاث المحال لياهن هذا وهذا هنا شو راح تحل ذكرت لك الملاحظات السابقة تحديد مكان إف تحديد المطوب للإجابة معرفة نوع الإجابة تذكر الزمن المطلوب للحل إذا كان عندك وجود بي تنتبه عليها إف وين ها هذه وين شو المطلوب للحل هذا وهذا صح تذكر الزمن إف مين كلوز صح هذا يا زمن وهذا يا زمن هنا دخنا شو قلت لك أنا ذكرت لك ظروف زمان دال لعليمن على المضارع البسيط قبل شوية وعلى المستقبل البسيط هنا يا ظروف عندي هذا مستقبل بسيط ليش عدي next year فإذا هاي جملة راح شو يصير الصير future وهي شو يصير الصير present معرفة نوع الإجابة من حيث إثباتنا في استفهام مثبت وهنا نعم فرح يصير حلي if I don't pass ليش don't لأن الفاعل من هو I والإيش تاقد تاقد دو وإن أنا قال لي نوت مختيارة ذني نزيل الثياناتي تكمل للأخير I take ونيك سير شو يصير بالمستقبل فوحدة من ذني أستخدم صحة فشو يصير I will take سوف أخذ أو عيد الامتحان السنة القادمة وتكمل ها للأخير واضح عيني زين ستة unless he make a big effort this year إذا هو ما سوى جهد كبير هذه السنة he not get enough sorry he not get through the end of your exams هو ما سيقبر أيضا هنا نعدي مثاليا هذا مثال مطلب العفو هذا هنا مطلب أول شي تحديد مكان هنا ما عندي فش عندي لس أستاذ يصير أستخدم لس بالف الشرطية الأولى نعم كل مشكلة ما عندي فاللس تعني معنى ف قبل شوية شنو قلنا بالمعادلة قلنا لس تعني لي ونوت وياها انتبه عليه معنات هاي هنا الجملة من في فراح شو صير unless he make تحديد مكان if معرفة المطلوب للإجابة تذكر الزمن المطلوب معرفة نوع الإجابة من حيث النفي والاستفهام وغير هن وراح تجاوب هاي بياه زمن راح تكون بالمضارع البسيط راح شو صير unless he makes makes تمام ليش نفعل مفرد استاذ ليش ما خلينا مثل غير شي لا ما يصير لازم تخلي makes زين الثاني شو صير he not get through فاش عدي هنان يرقزان صير له بعد ما صير فش صير he will not أو أقول won't بالاختصار get through وتكمل ها للأخير صارت عندك بالمستقبل البسيط صارت عندك بما بالمستقبل البسيط بقت شغلة واحدة أطيك إياها سؤار وأتمنى تجاوبونها أتمنى تجاوبونها لو جاب لك إياها قال لك هنانا هاي جملة استفهامية هاي مكمل هاي وقال لك هاي جملة استفهامية أو هاي جملة استفهامية وهاي هاي هنانا كذلك هاي جملة استفهامية وهي جملة استفهامية هاي سؤال يا جملة من الثنين عندك جملتين بال first conditional وال zero عندك جملتين هاي هاي جملة من الجملتين ستصبح استفهامية جملة if close جملة الشرط أو جملة فعل الشرط أو many close جملة جواب الشرط هذا سؤال سؤال هاي تحلون التمارين اللي ذكرت إياها ولا تنسون أنه عندنا ملاحظات هنا ذكرنا فاعت الذكر ملاحظات هنا لو كان عندك بالمستقبل البسيط لو كان عندك المصدر ضمن المصدر ب المصدر ب ضمن السؤال ضمن النقطة بالحالة الشرطية الأولى فراح تشتاق من عنده إما محسب نوع الفعل لو كان بجملة المستقبل البسيط فتقول يبقى على حاله ليش لأنه بعد الول والمي والمي والكن يجي بعد فعل مجرد فراح يكون هنا فقط ب واضح عيني اتمنى ان شاء الله استفاديته سجلت الملاحظة اللي ذكرناها وتحلون التمارين اللي موجودة بالكتاب بصبح 51 53 54 و ان شاء الله ستوضح لكم الامور بعد شكل اكبر ولا تنسون تجاوبون على هذا السؤال على التعليقات ما للفيديو اللي راح ينزل ان شاء الله نلقاكم في دروس اخرى في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة